دي الجولوكومة الخلقية أو ده طفل بيبي مولود عنده حاجة اسمها بوفثالموس أو عنده حاجة اسمها مياز أرقاء خلقية فطبعاً الضغط الأطفال ده مولود بيبي ده لسه نيونات طبعاً في شهوره الأولى من عمره ده مولود عنده مشكلة في تصريف السائل الماء اللي داخل العين وبالتالي ضغط العين عالي وكل ما بيعلى ضغط العين طبعاً البيبي بيبقى جدار العين بتاعه ضعيف فالعين بتتمدد فهنا الولد البيبي يعني شايفين ان القرانية بتاعته حجمها مش طبيعي حجمها القرانية في العمر ده المفروض تبقى قطرها عشرة ميلي وده خطره دكتور طبعاً ده ده في منطقة الخطورة لأنه هنا بيؤدي إلى ضمور العصب البصري في سن صغير زي دوت وبيؤدي أحياناً كمان لحدوث عتمات في القرانية من شدة ارتفاع الضغط بيحصل انفجار في الجدار القرانية في الطبقات بتاعت جدار القرانية فبتعمل عتمات في القرانية كمان طب دي تنصح بايه مثلاً اي مولود بيبقى اول ما لو شكينا ان البيبي يعني الاعراض بتاعتها في الاطفال حديثي لولادة اولاً ان الطفل بيحب يشوف تعينيه يبقى في العينه من معظم الوقت ما يستحملش النور يعيطاً ما يتعرض للإضاءة الجديدة يبقى عينه لونها غريب حجم القرانية زي منتوا حضراتكم شايفين حجم السمار حجمه كبير او نلاقي قرانية بيضة فيها بياض في القرانية انعكاس الضوء اللي شايفين حضرتكم الانعكاس دا المفروض يبقى بيلمع النقطة البيضة دا انعكاس للإضاءة بتاعة الكاميرا على عينه او بضاقة الغرفة يعني النقطة البيضة اللي حضرتكم شايفينها دي دي مش حاجة في تكوين العين دا انعكاس للضوء الحجم العين زي ما اتفقنا للصوار بيبقى كبير جدا مش طبيعي مالي كل فتحة العين تمام دي برضو لازم تدخل فريع ده بقى هنا لازم تدخل لازم كشف فوري وبنعمل فحص للبيبي تحت مخدر كلي بنقسنه ضغط العين بنقسنه قطر القرنية بنبصره على قاع العين وكل الحاجات دي بتؤدي يعني بتستلزم مننا قرار جراحي سريع تدخل جراحي سريع عشان ننقذ العين دي ومن الجمال بقى في الاطفال شوية عن الكبار انهم معنيهم احيانا يعني ضمور العصب البصري بيبقى بطيء حدوثه بطيء شوية نظرا لان الاستستي بتاعت العين ان العين جدار العين في مرونة فبيستوعب ضغط العين العالي شوية اه الحجم العين بيزيد صحيح لكن العصب البصري ما بيحصلش فيه ضمور سريع زي في كبار السن كبار السن بتترجم الضغط العالي ده الى ضمور في العصب البصري اكثر حدوثا من في البيئة التدخل هيبقى نتيجته ايجابية جدا ان شاء الله تمام